النظام اللعبة بقى ازاي يعني النقاط بتحتسب ازاي عزين يعني ندخل مشاهدين شوية في التفاصيل احنا عندنا في الكود الجديد بتاع الجنباز هو بيتغير كل سنة مع الأوليمبكس يعني كله أربع سنين مع كل الأوليمبكس بيتغير فعشان كده احنا لنا عشر درجات مثلا في النظافة ان هي ما يبقاش فيه خطوات تحت الرمايات الغلاطات طبعا لما بيقى فيه غلاطات طبعا البنت بتنقص وبرده بيبقى فيه انحنا نكون فيه انسيابية انسيابية مع الميوزيك وكده فهي دي طبعا بتفرق قوي في الدرجات هي عشر نقط تقريبا ولا عشرين هي فيه عشرة لا هو يعني عشرة 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 وهي بتتقسم بقى على الحاجات مختلفة يعني ممكن من أحسن الدرجات دلوقتي البنات الدولية بيحصلوا على ستة وتلاتين درجات هم طيب انت تلعبي فاردي ولا فريق؟ أنا فاردي فاردي أسهل فاردي عطاك؟ يعني أسهل من الجماعية اه ايه صعوبة الجماعية؟ الجماعية هم لازم يكونوا دايما مع بعض ولو واحدة تأخرت طبعا يعني دا بينقصوا وانا لازم تكون دايما رمياتهم نفس العلوة ونفس البيمسك في نفس الثانية وكده فهي دي اللي بتفرق قوي طيب مدتها دي؟ الجماعية دقتين ونص والفاردي دي أو نص ترجمة نانسي قنقر